من آثار وفوائد وثمرات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون معه حجة أمام الله أن يكون مع الإنسان حجة أمام الله تعالى يوم القيامة لأنك يوم القيامة لن تسأل عما قال فلان أو فلان لن تسأل عما قال الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو فلان أو فلان من الإمة وإنما ستسأل عما جاءت به الرسل قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فما موقفك أمام الله حينما يقول رسولي يقول لك كذا وأنت تخالفه إلى رأي فلان وفلان هذا لا ريب أنه من الخطأ العظيم لأن الذي يتأسى به ويكون قوله حجة وفعله حجة ويكون لك أمام الله تعالى حجة هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم